السوبر المحلي وكبت سيد قال يعني كده لقاءات السوبر إذا فاز الأهلي هيبقى ستة بواحد الزمالك يقول إيه مش هيبقى يعني ست مرات يعني إذا ماك ما فاز بالسوبر المحلي إلى مرة واحدة واحدة والله السوبر المحلي إحنا خدناه من الأهلي قريب مزبوط قايم كسبناه في المرات ويمكن أنا بلخبط بينهما بين السوبر والأفريقي الأفريقي أه لا بس إحنا خدنا السوبر كذا مرة يعني إذا مالك يقول السوبر س ز مالك إيه أقسم وجهات الأهلي والزمالك يقولtight أيها السوبر إيه أقسم وجهات الآهلي إيه ستة واحد أنا معرفات يعني ستة أهلي وواحدة زمالك إمتا دول وإمتا لا نجيب 가격ت احنا نجيب لك التاريخ الأهم طبعا السوبر لكن الزمالك خد السوبر عدة مرات طبعا الزمالك السوبر ده السوبر المصري يعني يمكن أن أتكلم في السوبر الأفريقية كابتن أيمن منصور أنا تقول واحدة طبعا كابتن جاري رحمة الله طيب هي مرت كاسف السوبر الأفريقية بتاعت كابتن أيمن منصور وجوانس بيرج محتاجة فيها كلام كتير قوي لكن ما يتعلق بالسوبر المحلي وده لجزئية التاريخ لقال لعنده عشر ألقاب في السوبر المحلي منهم خمس مرات على حساب الزمالك يبقى الأهلي رفع كاسف السوبر المحلي عشر مرات منهم خمسة على حساب الزمالك اللي على حساب الزمالك بمناسبة السوبر اللي جاي هم دول اللي حضراتكم شايفينهم في 2003-2004 الأهلي فاز على الزمالك 3-1 في 2008-2009 الأهلي فاز على الزمالك 2-0 في 2014-15 الأهلي فاز بركلات الترجيح 5-4 في 15-16 الأهلي فاز 3-2 في 17 أو 16-17 الزمالك فاز 3-1 بركلات الترجيح دي المرة الوحيدة اللي الزمالك خاد فيها السوبر من الأهلي من الخمس مرات الزمالك خادها مرة في 2016-2017 بركلات الترجيح آخر مرة جمعتهم 18-19 الأهلي فاز 3-2 فيبقى حساب السوبر يبقى حساب السوبر الأهلي خاد 10 سوبر منهم 5 على حساب الزمالك الزمالك فاز بالسوبر 3 مرات منهم مرة من الأهلي ده السوبر المحلي وده يمكن اللي كانت سيد عبد حفيز كان قاله لو الأهلي خاد كاس السوبر اللي جاية إن شاء الله يبقى مرات فوز الأهلي بكاس السوبر على حساب الزمالك هي 6-1 ده مقولة الكابتن سيد عبد حفيز اللي الزميل عصام شلتوت ما شرحاش عدل للأستاذ هاني زادة لكن السوبر الأفريقي الزمالك خاد السوبر الأفريقي 3 مرات والأهلي خاد السوبر الأفريقي 6 مرات 10-3 محلي 6-3 أفريقي خلاص عصي دي أرقام وتواريخ بس كواس إنك أنت بتصلح هو كمان مش متأكد الرجل ما أوحش يعني على ما أتذكر الخدناء رايب آه أنت خدته رايب هو التدخل